السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي اهلا بيكم مرة تانية النهاردة ان شاء الله معدنا مع الدرس الخامس والسادس في الواحدة السبعة واللي عنوانها شكل ما قلنا This is where I live This is where I live يعني ده المكان حيث اعيش شكل ما احنا عارفيني ان الدرس الخامس والسادس دايما بتبقى مواضيع reading المفروض ان انا بقرأ المواضيع ديت وعرف المعلومات اللي موجودة النهاردة ان شاء الله هنعرف حكاية يونس وكمان اول يوم ليه في المدرسة كان عامل ازاي وهنعرف كمان مدينتنا زمان ودلوقتي شكلها كان عامل ازاي ما تنساش في نهاية الحلقة ان شاء الله هتلاقيني سايبلك بعض الاسئلة الاسئلة ديت عشان يتأكد بس انت فهمت الدرس ولا ما فهمتوش هتحل الاسئلة وتبعتلي الجواب على الرابط اللي موجود تحت هو رابط مجموعة التليجرام ونتأكد مع بعض هل الحلول بتاعتنا صح ولا غلط تعالوا يلا نبدأ درسنا النهاردة وشكل ما احنا متعودين بنبدأ بالكلمات والكلمات شكل ما قلناها موجودة في كتاب المعاصر يلا بينا اول كلمة معانا النهاردة احبابي هي كلمة يعني بخلي بالك ان الاي هنا لونج ان الاي لما يجو وراء حرف ساكن وبعدين اي بتبقى لونج اي فبالتالي بقول جايت يعني ما قولش جايت 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 الكلمة التانية حبابي معانا هي كلمة باك 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 طبعا باك باك يعني حقيبة الظهر تاني باك 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 دي معاناها حقيبة الظهر الكلمة التالتة معانا حبابي هي كلمة مودر 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 بمعنى حديث او عصري مودر 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 الكلمة الرابعة حبابي معانا هي كلمة كلاس روم كلاس روم طبعا عارفين ان هي فصل كلاس روم كلاس روم كلاس روم الكلمة اللي بعدها كلمة تيتشر 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 teacher بمعنى مدرس الكلمة اللي بعدها كلمة gas 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 وgas حبايبي بمعنى gas خلي بالك ان الاس هنا بتنطق سه sound مش زه يعني مقولش gas اسمها gas gas الكلمة اللي بعدها حبايبي وهي كلمة day day وday بمعنى يوم الكلمة اللي بعدها كلمة blue 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 بمعنى ازرق الكلمة اللي بعدها كلمة nervous 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 حبايبي بمعنى عصبي الكلمة اللي بعدها كلمة pants 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 وخلي بالك ما قولش pantis ما فيش هنا حرف بين الت والاس فعشان كده بخفي الت شوية فتبقى pants pants كلمة اللي بعدها حبايبي كلمة kind 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 وkind معنى عطوب او طيب اللي بعدها كلمة boy 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 دي كلمة سألة خالص بمعنى ولد الكلمة اللي بعدها كلمة shopping area shopping area shopping area shopping area بمعنى منطق التسوق تاني shopping area shopping area الكلمة اللي بعدها حبايبي وهي كلمة shoe store shoe store طبعا كلمة shoe بمعنى حزاء store بمعنى متجر متجر وحزيها اسمه shoe store shoe store كلمة اللي بعدها حبايبي وهي كلمة shopping mall shopping mall shopping mall shopping mall اللي هو مركز تسوق اللي بعدها حبايبي كلمة math 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 بمعنى رياضيات الكلمة اللي بعدها كلمة electricity 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 اللي هي الكهرباء الكلمة اللي بعدها حبايبي كلمة quieter 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 حبايبي بمعنى اكثر هدوءا ودي جاي من كلمة quiet بمعنى هادئ الكلمة اللي بعدها كلمة gas cars ودي معنى عربية تسيير بالبنزين اللي بعدها حبا بكلمة بمعنى ممكن اللي بعدها كلمة تاني بمعنى تاريخ بمعنى مشروع بمعنى مشروع الكلمة اللي بعدها حبا بكلمة بمعنى صور الكلمة اللي بعدها حبا بكلمة ونيزي معنى صاخب او مليء بالضوضع حبا بمعنى اللون الرمضي حبا بمعنى تي شيرت اللي بعدها كلمة وجيمز حبا بمعنى العب تعالى نشوف حبا بي تصرفات الافعال المنتظمة والغير منتظمة تعالى نشوف المنتظم الاولى والكلمة كلمة وقوة وقوة بمعنى يمشي والمضي بتاعها وقت 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 بمعنى مشاء كلمة تاني هكلمة والماضي بتاعها كلمة اللي بعدها كلمة والماضي بتاعها اللي بعدها كلمة stay يعني يبقى ويمكث والماضي بتاعها stayed اللي بعدها كلمة cry وcry بمعنى يبكي والماضي بتاعها cried وعايز اكتل عايزينها ان انا شلت ال y وحطيت مكانها i وبعدين حطيت ال ed لان ال y ابلاه حرف ساكن cry cried cry cried اما لو ال y دي ابلاه حرف متحرك شكل play مثلا طبعا هنا ما بقلبهاش فتبقى played عادي خالص بزود لها ed كلمة اللي بعدها حبابي كلمة study study نفس الفكرة studied studied برضو علابة ال y ل i ed عشان ابلاه حرف ساكن اللي بعدها حبابي كلمة carry carry بمعنى يحمل والماضي بتاعها carried carried وبردو هي نفس الفكرة شلت ال y وحطيت i ed عشان ال y اللي قبلها حرف ساكن اللي بعدها كلمة want 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 بمعنى يريد والماضي بتاعها wanted 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 تعالوا مع بعض نشوف الافعال الغير منتظمة واولها كلمة speak speak بمعنى تكلم والماضي بتاعها spoke spoke بمعنى تكلمها say say والماضي بتاعها said 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 اللي بعدها كلمة drive 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 حباب بمعنى يقول والماضي بتاعها drove 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 تعالوا نشوف يلا هام الexpressions اللي هو من نهالي اول واحد خالص بولي my first day of my first day of يعني اول يوم ليه في play with play with play with button 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 طبعا مش عايزين نقول البقى put on لأ هي نقولها كده button الزقب بعضها button شكل اللي بعدها بالزبط stay at stay at stay at stay at برضو مقولش stay at بقول stay at stay at اللي بعدها as much as possible as much as possible اللي بعدها كلمة like this like this like this like this اللي بعدها it was fun it was fun it was fun اللي بعدها then and now then and now then and now ليا then and now بخفيدي هنا then and now دي معناها انا ذاك او من قبل والان اللي بعدها طبعا كلمة find out find out find out بمعنى اكتشف find out معنى اكتشف ودي بتسوي كلمة discover find out find out اللي بعدها كلمة much cleaner much cleaner much cleaner much cleaner تعالوا بقى يلا بسرعة نشوف الحكاية بتاعت يونس ايه واول يوم ليه في المدرسة كنعمل ازاي وبسرعة هنشوف مدينتنا زمان ودلوقتي يلا بينا طبعا هنا حبابي حكاية يونس بيكلمني انا عن اول يوم ليه في المدرسة فبقول my first day of school my first day of school I lived فيها ايدي وكمان عندي was دفاع الماضي شاز فبقول I was six years old يعني كان عندي ست سنين and I lived in Aswan وعشت في Aswan بقول I was very nervous I was very nervous يعني انا كنت متوتر جدا ودتو بريت الناس كلها لما بتروح اول يوم من المدرسة I was very nervous وvery هنا معناها جدا I was very nervous يعني انا كنت متوتر جدا I liked staying at home with my family I liked يعني انا حبيت staying at home يعني كنت محب الاعادة في البيت with my family يعني مع عسرتي تاني I liked staying at home with my family بقول I wanted to play with my toys I wanted يعني انا اردت to play with my toys كنت عايز العب بالالعب بتاعتي I didn't want to go to school طبعا مش عايز اروح يا حبابي المدرسة او مش عايز اروح المدرسة او عايز يخليه يلعب بالالعب بتاعته تعالوا بقى نشوف بيوصف لنا اللبس بتاع المدرسة كنا اعمل ازاي فبقول I put on وانا put on حبابي معناها يرتدي I put on a blue t-shirt يعني انا كنت لابس blue t-shirt and grey pants grey pants يعني بانطلون لونه رصاصي هو لابس t-shirt ازرق وبانطلون رصاصي and black shoes وكمان لابس جزمة سودة تاني black shoes يعني جزمة سودة I carried my back back يعني انا كنت يشايل شنطة الظهر بتاعت الشنطة طبعا اللي كنا بانشايلها فبقول انا كنت شايلها mom and I walk to school يعني انا وماما مشينا للمدرسة هو راح المدرسة ازاي هو ميشي ميشي يعني يا حبابي يعني on foot يعني ميشي سيرا على الاقدار at the school gate يعني بيقول عندي بوابة المدرسة I wanted to cry I wanted to cry يعني كنت عايز ابكي يعني عندي بوابة المدرسة وخلاص بابا ما حسيبني كنت عايز ابكي كنت عايز عير I said goodbye يعني قلت مع السلامة الماما and walked into the classroom وروحت جاي داخل الفصل the teacher يعني المدرس حبابي asked me asked me يعني طلب مني to sit ان انا اعود next to a boy called marwan قال لي اعود جنب مروان يعني قال لي اعود جنب الولد ده زميلك واسمه مروان وهنا بقى بيوصف المدرس فبيقول the teacher was very kind the teacher was very kind يعني المدرس كان طيب جدا we started math يعني احنا درسنا رياضيات math حبابي لواء الحساب and played games ولعبنا كمان العب يبقى تاني درسنا رياضيات وهو كمان لعبنا العب فبيقول it was fun it was fun حبابي يعني كان ممتع جدا تاني it was fun معناها كان ممتع جدا فبيقول لنا بعد ما حصل ده بقى في اليوم الاول في المدرسة فبيقول the next day the next day يعني في اليوم اللي بعده i wasn't nervous اه ما كنتش متوتر بقى شكل اليوم الاول and i was excited وكنت فرحان كنت متحمس جدا لان انا اروح المدرسة في تاني يوم i wanted to see my friend i wanted to see my new friend ماروان كنت عايز اشوف كمان صديق ماروان i wanted to study math وكنت عايز كمان ادرس الحساب اذاكر الحساب and i wanted to go to school وكمان حبيت ان انا اروح المدرسة يعني كنت عايز اروح المدرسة بعد ما كنت متوتر في الاول يبقى هنا يونس وصف لنا في حكاية انه في اول يوم كان متوتر لكن لما راح والمدرس كان طيب ودرس وقعد جنب ولد اسم واروان ولعب ألعاب حب المدرسة وبقى عايز يروح في تاني يوم لو بصيت في صفحة 58 حبيبي هتلاقي جايب لي بعض الاسئلة كده على القطعة تعالوا نشوف بسرعة حلها ايه مع بعض هسيب لك سانيتين تحل قبل ما نقول تعالوا كده نشوف اول جملة معنا بقول لي شوف يا true ولا false يا ترى الكلام ده صح ولا غلط اول جملة معنا بيقول لي يونس لفد لكسر يا ترى يونس كان عايش في الاسر برافو عليكم غلط طبعا ما الكن عايش فيه ايوا كان عايش في اسوان ما كانش عايش في الاسر تعالوا نشوف number two number two بقول لي يونس واز نيربوس on his first school day يونس واز نيربوس on his first school day يا ترى هو كان متوتر في اول يوم لي في المدرسة excellent true طبعا كان متوتر ناما تاني يوم لا اكان excited طب تعالوا نشوف number three بقول لي يونس wore a grey t-shirt and blue pants يا ترى هو كان لابس t-shirt لونه grey والpants البنطلون كان blue excellent طبعا دي false خطأ لي لانه كان العكس هو كان لابس blue t-shirt and grey pants and grey pants تعالوا نشوف اللي بعدها بقول لي يونس teacher was very kind يا ترى المدرس بتاع يونس كان طيب excellent true تعالوا نشوف اللي بعدها بقول لي يونس wanted to learn science يا ترى يونس كان عايز يتعلم علوم excellent خطأ طبعا هو كان عايز يتعلم math برافو عليكم طب تعالوا نشوف ال questions اللي محتاجة answer زاحت اول سؤال بيقول لي who was marwan who was marwan يا ترى مروان دا كان مين برافو عليكم مروان دا كان صاحب مين يونس فحقول he was يونس friend تاني he was يونس friend طب تعالوا نشوف كده السؤال التاني بقول لي how did يونس go to school how did يونس go to school هو راح المدرسة ازاي برافو عليكم هو كان بيمشي مع موته فانا ممكن اقول لنا حبابي on foot يعني سيرا على الاقدام وممكن اقول he walked to school he walked to school يعني هو مشي الى المدرسة تعالوا نشوف كده السؤال التالت مع بعض بقول لي how old was يونس how old was يونس يعني كم كان عمر يونس برافو عليكم ممتازين طبعا يونس كان عنده ست سنين فحقول he was six years old he was six years old يعني وكان عنده ست سنين تعالوا نشوف حبابي بقى الحكاية التانية وهي حكاية مدينتي زمان ودلوقتي تعالوا كده نقرأ مع بعض بقول لي we're doing a history project in a school about our town احنا بنعمل مشروع تاريخ في المدرسة عن المدينة بتاعتي we looked at old photos يعني احنا بصينا على صور قديمة حبابي we spoke to our older neighbors واتكلمنا كمان مع الجيران الأدام to find out as much as possible to find out يعني عشان نوجد as much as possible يعني اكبر قدر ممكن من المعلومات تعالوا نشوف بقى حبابي جايب لي صورة عربية قديمة وجايب لي صورة عربية جديدة شكل ما انتوا شايفين كده وحيبدأ اديني معلومات تحت العربية القديمة بقول لي grandma says يعني جدتي بتقول that her mom and dad drove cars like this بيقول ان جدهم وجدتهم بيقول ان اباهم كانوا بيركبوا عربية قديمة شكل دي all the cars were gas cars يعني كل العربيات كانت بتمشي بالgas they were very noisy وكان صوتها مزعج جدا يعني كان بتطلع صوت عالي انما تعالى بقى نشوف العربية اللي جنبها وده عربية جديدة خالص شكل ما انتوا شايفين بيقول لي now الان we have a car that uses electricity نشوف عربيات كلها بتستخدم الكهرباء and gas وبرضو بتستخدم الجاس it's much cleaner and quieter بس هي اهدى كتير وكمان انضف كتير تعالى حبابي نشوف الصورتين اللي بعدهم يلا بقول لي our town had a shopping area but it was very old يعني المدينة بتاعتنا كانت فيها منطقة تسوق بس المنطقة دي كانت قديمة dad worked in a shoe store on southern days اه يعني بابا كان بيشتغل في محلة احزية ايام اسبت اما في الصورة الحديثة بقول لي today we have a big modern shopping mall دلوقتي با احنا عندنا مركز تسوق كبير but i don't like shopping بس انا ما بحبش التسوق i don't like shopping ما بحبش التسوق i want to play football i want to play football يعني انا عايز العب كرة القدر يبقى هنا حبابي قرريني بين شكل العربيات زمان وكمان شكل العربيات دلوقتي وكلمني عن منطقة التسوق اللي كانت موجودة عندهم زمان والshopping mall ومركز التسوق اللي بقى موجود عندهم دلوقتي هتقراها مرة واثنين وثلاثة عشان هي اللي بتسعيدني ان انا ان شاء الله احل التمرينات وبكده حبابي بقى احنا انتهينا من دراسة الوحدة السبعة بالكام اتمنى ان انتوا يكونوا فيهمتوها كويس وقاريتوا المواضيع اللي موجودة فيها ما تنساش هسيب لك مجموعة من الاسئلة يلا حاول تحلها وبعتها لي على التليجرام على الرابط اللي موجود تحت فيه صندوق الوصف عشان يتأكد يا صح ولا غلط لو هتنسى الجرس ولو ما اشتركتش في القناة انزل اشترك بسرعة ولو ما اشتركتش في مجموعة تليجرام هتلاقي الرابط موجود تحت حلو ابعتلي الاسئلة عشان نصحها مع بعض ان شاء الله اشوفكم في درس الاول في الوحدة التمنى جود باي السلام عليكم موسيقى